عملية برية في الشمال السوري تعتزم أنقارا تنفيذها ضد فصائل كردية ذاك ما تؤكده التصريحات التركية عملية تختلف المواقف الدولية بشأنها وأحدثها رفض واشنطن يقول بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزير لويد أوستن أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره التركي خالوس أكار مباحثات عرب خلالها الوزير الأمريكي عن معارضة بلاده الشديدة لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا البينتاجون يعارض إذن بعد أن حذر من أن شن أنقارا عملية برية في سوريا من شأنه أن يعرض للخطر مكتسبات الحرب ضد تنظيم داعش داعيا للحكومة التركية إلى ضبط النفس لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات المتصعدة في شمال سوريا والعراق وتركيا ولذا فإننا بالتأكيد نحط على ضبط النفس وسط التوترات في هذه المنطقة وكما أوضحت فإن استمرار الصراع ولسيما العملية البرية من شأنه أن يعرض للخطر المكاسب التي حصدها العالم بشق الأنفس ضد داعش وسيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وبينما تتوالى انتقادات قوى دولية وإقليمية لأنقارا بخصوص عمليتها العسكرية ترد تركيا في المقابل بأن لا أحد يحق له الاعتراض على تحركاتها الرامية لحماية أمنها وفي سياق ذلك يعقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعه الدوري السادس والأخير هذا العام لمناقشة الضربات الجوية التي نفذتها تركيا ضد المسلحين الأكراد في شرق السوريا وشمال العراق كما سيتم إجراء تقييمات متعددة الأبعاد لعملية برية جديدة في شمال سوريا وتلك عملية إن تمت فستضاف إلى ثلاث عمليات عسكرية أخرى نفذتها تركيا خلال السنوات الماضية في الشمال السوري فضلا عن ضربات عدة على الحدود العراقية ترجمة نانسي قنقر